بلاش تبكي ببلاش ما أرواع أن تملك الرأي السديد بعد ثوانا من الحدث ما أحلى أن تكون صاحب موقف بعد لحظات من الخبر ما أجمل هذه الأشياء وما أقوى هذه الثورة المحظية بكل تلك الآراء والمواقف فألم محظية الثورة يا أبو شريك أنه يمكن الثورة الفرنسية بجلالة أدراء وطول مدة ما صح لا هيك سحيبة مواقف ولا هيك شليفة آراء قال يعني لازم هل الأحمار يكن له رأي لأ هو مفكر أنه الفيسبوك بس إله بيقول بما تفكر بقى بما تفكر يا طويل الأمر وإيش رأيك باللي صار إليك مصلحة تبيض شوي بموضوع الأقفاص شغالت رها ولا بتحب تاخد وتعطي بموضوع الغرقة شوف وين جوك وترتيبك ولعيونك وبالحالتين مو مشكلة أنت تبدي رأيك ونحن ننشر صحيح أنه الناس ببلدك شي مات وشي تشرد وشي تعتر وشي تمرمر وشي داء الويل لكن صحيح أيضا أنه فرص العمل ازدادت على مستوى حرية الرأي هلأ مو الشعب كان بده حرية الرأي مو كان بده حرية التعبير مو كان بده حرية اتخاذ المواقف إيه شرف وتفضلوا هاي صار عندكم كل هدول ومع أجر كمان صار فيك تاخد الموقف اللي بدك يا مقابل أجر صار فيك تقول الرأي اللي بدك يا مقابل أجر لك حتى صار فيك تبكي وتجعر مقابل أجر صارت الحرية بجيبتك أصدي صارت معبيت للك جيبتك بقى شو بده مسقفنا الحبيب أكتر من هيك بس أنت كتر له شهداء وشوفه معلم بالرأي بطل بالمواقف على القاعد وعالواقف وعلم تسطح طبعا ظهر صدر فراشة مسافات قصيرة مسافات طويلة اللي بدك يا لكل شهيد ألف شاعر لكل قتيل ألف محلل لكل أسير ألف مطالب لكل متبهدل ألف مؤتمر لكل معتر ألف اجتماع وكله مع بعد حسن الاستماع عم تتعب كتير يا أخي طيب لا بقى تزود على حالك أنت التاني مو ضروري كل نقطة الدم تدلق وراها محبرة مو ضروري كل شهيد تغسله بدموعك الافتراضية وما في داعي كل ما دق الكوز بالجرة تفهم العالم قديش أنك بتحبه العالم الثورة ريحه شوي للعالم أبو ثلاث نجمات حرام هلك من أدمى رفرف وخايف تهر منه نجمع أدمى عم يرفرف بكتاباتك وابداعاتك ويصير من نجمتين بس مثله مثل العالم اللي ما يتسماش علم الوطن اللي من سقفه وانت ونازل لا هزلت انت علمك بثلاث نجمات وسبق ورفعته بكل المحافل والتجمعات وقاله عندك معزة خاصة لدرجة أنك ما بتنام إلا وانت متدثر فيه عجبتك متدثر هي مو هي باعرفك بتحب الكلمات المنطقات بس والله مو مشان شي مشانك يعني قلبي عليك لا تعطي على حالك كتير يا خاي لا تجور صحيح أنه الشعب دمه مهدور بس انت للأمانة دموعك مو ببلاش بقى بلاش تبكي ببلاش بلاش كنتو عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي ترجمة نانسي قنقر